السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسهد الله ومسائكم بكل خير اليوم سنقدم لكم أفضل طريقة لزراعة عقل الزيتون وهذه الطريقة تعتبر من الطرق السهلة والبسيطة التي يبحث عنها جميع المزارعين وإذا قمتم بزراعة أقلام الزيتون بيدي الطريقة فسوف تحصلون على آلاف أشجار الزيتون بطريقة مجانية وقبل بداية الفيديو نود أن نعرف من أي بلد تتابعون صفحة تعليم الزرعة وأيضا إذا كانت لديكم بعض التساؤليات في مجال الزرعة بصفحة عامة أو زرعة الزيتون من خلال العقل أو من خلال البدور فنحن سنجيب عن جميع تعليقاتكم بدون أي استدنة والآن متابعين الأعزاء سنمر مباشرة لكي نعرفكم على خطوات هذه الزرعة فبالنسبة للخطوات هذه الزرعة فهي خطوات سهلة وبسيطة يمكن لأي شخص أن يقوم بها سواء كان مبتدي في عالم الزرعة أو محشرف يكتفي فقط إتباع هذا الفيديو حتى الآخر فبالنسبة للخطوة الأولى وهي أخط عقل أو أقلام الزيتون من شجرة نادجة ومتمرة ثم تقومون بتقطيع بيدي الطريقة التي تشاهدون أمامكم في الصورة وباختصار إذا أردتم الحصول على نتيجة مدمونة وناجحة 100% فما عليكم سوى اتباع جميع الخطوات التي سنقوم بها في هذا الفيديو خطوة بخطوة وهذه هي الطريقة التي تسمى عملية التشتيل وأيضا هذا هو السر التي يخفونه عنكم أصحاب المشاتين إذن متابعنا الكرام الآن وبمناسبة زراعة شجرة الزيتون المباركة سوف نذكركم بقوله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما من مثل زرع زرعا أو غرس غرسا فيأكل منه طيرا أو إنسانا أو بهيمة إلا وله فيه أجرا كبيرا وإذا شاهدتم هذا الفيديو حتى الآن واستفدتم منه ولو بالقليل فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك للفيديو ومتابع للصفحة فقط لنستمر في تقديم المزيد من الزرعات الجديدة والمختلفة وأيضا قد إنشأنا قناة على اليوتيوب اسمها تعليم الزرع فارمينك إديكيشن فسوف نضع لكم الرابط في أول تعالى أما بخصوص الذين يتساءلون عن التربة فيجب وضع بعد السماد العدوي فباختصار السماد العدوي هو مخلفات الأبقار والماعز والأغنى والآن وكما تشاهدون في الصورة سننتقل للخطوة الموالية وهي عملية الزرع ويجب قبل بداية الزرع رأي التربة بشكل جيد بالطريقة التي تشاهدون أمامكم حتى تتمكن من شرب المياه بشكل جيد والآن وصلنا إلى الخطوة الأخيرة وهي ودع الأقلام في التربة ويجب وضعها بالطريقة التي تشاهدون أمامكم حتى تحصلون على نتيجة مدمونة وناجحة 100% إذن متابعنا الكرام مع السلامة نلتقي في فيديو جديد وزرعة جديدة إن شاء الله كونوا في الموعد كان معكم الأستاذ عبد المول العماري من قناة بشكل جديد وزرعة فارمينك إدوكيشن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر